تعال هنا يا جميل يا متزوى انت صليلي عالنبي وقعد جنبي كده وقولي مالك منفوخ كده ليه قاعد فوق ومغرول قوي كده ليه كل النعم اللي انت فيها دي من عند ربنا هتسأل عليها بعد كده استمتع بيها وفيه تغيرك بيها خليك ابن بلد كده قادمي كده تخيب بدل من النعمة دي كلها تروح ممكن كون فيكون فتروح ماشي مشكلة الغرور والشخصية العربية المصرية انا ما جبتي سيرة العرب خالص وما بجبش سيرة العرب خالص دايما بقول المصري والمصرية والاشيوز اللي احنا كاولاد بلد بنمر بيها مع بعض بطريقة كده كمينوفاني شوية وصريحة ماشيوز اللي اطلع ليش واحد بقى زي الخزوق ويقولي اه اصنو مصري لا يا بابا لا انت فاهمني غلط دا انا لو اتكلمت عن انجازات المصري على مستوى التاريخ ولا مستوى الدين ولا مستوى الشخصي هتقول لنفسك يعيب الشوم علي اني فكرت بس ان انا اقول حاجة تلت في تلاتة كام يارتني كنت مصري او مصرية احنا كده مصريين يعني ممكن نسيبه نلعن في مصر وفي بعض لكن بنعشى اقترابها اوكي وبنعشى اولاد بلدنا سباش يبقى المتغرب دا المتغرب دا بيحس ان اولاد بلده دوك انهم يا ولاده يا امهاته يا باباهاته بنبقى عندنا شعور تاني من ناحية اولاد بلدنا شعور حب بس ما بيش اي حاجة تانية حتى لو عملون لللي هو حب وخلاص ولبقى اللي عايزين نفيدهم اي حاجة انا استفدت بها اي انا عايز افيدك بجد عشان انت ابن بلد يورنا يعني بس خر هي دي حاجة في المصري وما حدش في العالم هيعرف يحس بيها الامريكاني بيسألونا انتو ليه يعني بتخش يقول ايه البحشن قوي دي هو ما عرفش ربنا خلقنا كده احنا مصريين كده ماشي فما تخليني خليني انا كده في حالي واقعد كعربي من لم فلوس ولا ناضل ولا روح ارجل ويلا اسملة وملكش دعوة خالص بينا عشان انا لو فتحت فتحت العرب انا بقالي عشرين سنة عايش حولينا عرب ودرسة التاريخ العربي بليف مي مش هتمام بسوط المهم نرجع للشخصية المغرورة احنا كلنا ربنا بينزلنا كده بنسب ممكن من الحقد والغيرة والغرور والكلام ده كله بس نعمل على روحنا نشتغل على روحنا عشان نملع نفسنا ان احنا ما نتغرش الحمد لله ربنا رزقني بعيلا او اتليس ما اميديات فاميلي ما عنداش اي نوع من انوار غرور خالص 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 بابا بابا تاري ممكن اتكلم عنه الوحده في فيديو من اكتر رجال اللي شفتها عندها حاجات كتير بس في انتها بطوضت شوفوا كده تقعد معا لبسه واعدته ومشيته واستوبه معاك راكب طوضع جدا سيمبو فاحنا طلعنا كده بقى فلما انا بالوقتي بشوف ناس ما شاء الله نجحة بعرف مصرية في امريكا ببقى عايز اتعرف بهم وعرف ايه قصة نجاحهم وعملوا كده ازاي عشان خاطر ما شاء الله دي صورة مشرفة للمصري نشجع بعض ونقول لا بس ما شاء الله عملت ازاي وعمل كده وكلام ده كله ينوى مؤخرا في تخرجات اختي ما شاء الله كان بتكرم كتير كان فيه شاب ولد اكشيلي تغنن عند 18 سنة مصري عمل انجازات في التعليم على مستوى امريكا ما شاء الله فانا كنت قاعدة بتفرج عليه اتفرجت عليها الاول بعدين بتفرجت عليها وعدت اقول والله سو كيوت وعليه يطلع قلوب وعض عايط وقالبي يدقه مش ممكن مش معقول نفسي بولد ابني يعني يبكون زي كده اكتر من انا كنت سعيدة لاختي في اللحظة دي واول ما طلعت سلمت عليها كده عادي وبعدين روحت له هو مامتو عشان سلم عليهم اتعرر به ومعرف ايه قصتهم مامتو طيبة وكل حاجة وانا مفروض كبيرة بس انا معرفش اخد بالو ان انا كبيرة ولا لا بس التنك فكل بقى الشمس اللي انا كنت عايشة فيها والاكسايتمنت والانثوزياز اللي انا كنت عايشة فيها اختفت اه تقفلت بصراحة بس ان انا قلت نفسي نوت هو بدأ بدأ سكة التناكم امريكا كلها عملت سقف له فانا قلت نفسي عشان صغير لسه في السنة ان شاء الله ربنا يرزقه بحاجة في حياته تفرمله كده وتقوله لا انت لازم عشان العلم والنجاح اللي انت في ده يوصل او يفيد حد او حتى يفيد نفسك لازم تتعلم اهم حاجة اهم حاجة انك تكون متواضع وطيب ده ده اساسي اه بعدها برضو قابلت شخصية تاني يا بنوت افوتوغرفر وبتكلمها برضو انا من نوع اللي بيحب الحمد لله يعني لما لاقي حاجة حلوة في حد اقولها ام ما بقاش بخيلة ولما لاقي حاجة وحشة اسكت ما يعني اللي هو غير لما يجي يطلب مني اسألني كده كم مرة تلات اربع مرات ايه رأيك ايه رأيك ايه رأيك ايه رأيك فهقول الصراحة اه ده زوقيات المعاملة مع الناس ما فوت بقى كده ما يعطش انقط فنلو قدامي فجأة كده من خير ما يكون جاهز اه اه مهم يتنكت برضو ايه ده انا عايز عايش يوم بقى طبيعي كاني انسانة طبيعية يا ماما انت فكرة بابراستيز بيجري وراك يا ماما you just got some things done and i was like good job and ما تتنططيش اه اه ممكن صغيرة في السنة ما عليش كبري دماغك مش مشكلة بعدها قابلت شخصية اه من مصر بس مش عالتليفون اه اعتبر سيليبرتي اه اه ام كومبوزر for some good music actually اه انا was really impressed كده عشوية كده يشتغل على الثقافة والحاجات دي should be illegal he should ban that shit ما علينا ده ممكن افتح له حوار تاني اه ام so i was like wow good job i'm actually impressed and you're gonna you're gonna get out there way much more uh than right now so انت زي بتسيطر بقى بتفرمن نفسك انك ما تتغرش انا ما عشرتوش واصلا ما قبلتوش بس رد علي رد لو كنت قدامك الزماني وستروا رأس وستروا الله العزيم ربنا يكرمك يعني بيقولي انا بصلي وبتقي اه بتقيه الله في المعاملة مع الناس السكل الا انا فيه ده ممكن ربنا يشيره مني في لحظة ف pudهة in media وانا عرفت ان في مصر بقى ااe الناس بتوب عن media والاسالปراتيس والاسطار وماسطار والحاجات دي بتبقى يعني isa كان اصلا يعني يعني اق Following to the end انا منزلت اخر مرة كان كلة اسطار وكله نجم المجتمع caption كل يعني كان فيه الشمخنة كده وعظمة وجبرwe schablght وحاجات كده اللي هو كانت توجع لي قلبي بصراحة. بس لما بلاقي شخصيات ما شاء الله يعني نجحة وكويسة أو سلطة أو فلوس أو نجاح أو بتاعه ومتوضعه دي بحطها على راسي. بس فالشخص ده زاد جمال في عناية لما لقيته قال الكلمتين دول. كشخص مش كراجل والكلام ده كله. هل تعلم ما أقول؟ إذا كنت أريد أن تقصد مختلفة في حياتك أو في حياتك. إذا أريد أن تأثر على الناس ولا بديك شوية كارزمة وشكله وكلام ولا فلوس ولا أي حاجة أخليك تأثر فيها على بالقادمين. لازم لازم تكون متوضع. وبينك وبين نفسك تحس أن أنت إنسان عادي جدا. عشان التطاقة دي هتطلع هتبنى عليك وانت ماشي هتبنى على وشك على رفعة حجبك. على الاتتتوت بتاعك مش لازم سيكولوجس يدرس بادي لانجوش عشان يكون فاهم. التطاقة دي بتطلع. التطاقة دي بتطلع. التطاقة دي بتطلع. التطاقة دي هتبنى بلد المتوضع. والله يكرم والله يوفقه. بس سلام.